أنا أم وعندي طفل تشخص بالـ ADHD تجربتي يعني وأحب أقولها للأمهات أنا مريت بكل اللي مروا فيه يعني من مرحلة إنكار مرحلة يعني عدم استيعاب مرحلة أقدر أقول لكم يعني ممكن تكون وصلت إلى البانك إلى شيء من الاكتئاب أو شيء من طبعاً توتر مريت بالعديد من الأشياء صراحة فقبل ما يعني أتأكد من إنه مشخص طبعاً إحنا نمر بحالات إنكار كثيرة يعني نشوف الوضع وننكرها نشوف الوضع وننكرها نشوف علامات معينة وننكرها لأننا ما نبغى نحس إن ابننا في هذا الشي أقدر أقول لكم في الوقت اللي أنا كنت قاعدة أهتم في ابني وأشتغل عليه كنت قاعدة أشتغل على نفسي يعني كنت قاعدة أشتغل على مشاعري على أفكاري على إدارة حياتي على كيف أنا أتقبل وجود هذا الطفل على كيف أنا أفهم هذا الطفل وما أقول لكم أني أنا نجحت مية بالمية لا لكن أنا في طريقي أني أنا أنجح وأوصل إلى الأعلى يعني أخليني أقول لكم مدى يساعدني في أني أخلي نفسي وهذا الطفل نعيش حياة مستقرة وحياة يعني راضين عنها وهو راضي عنها يعني يكبر وهو راضي عنها فتعاملي مع نفسي كان في أني يعني كأخصائي اجتماعية بديت أشوف وش الأشياء اللي أنا أحتاجها اكتشفت أن أهم الأشياء اللي أنا ممكن أحتاجها هي أني أنا كيف أدير حياتي وأدير الضغوط اللي في حياتي علشان أقدر أعطي هذا الطفل يعني يمكن من هنا بدأ اهتمامي في أني أركز على هذا العنوان أو على هذه الفكرة فبدأت في نفسي وبدأت أدخل في الأمور المرتبطة بإدارة الضغوط من دورات من دبلومات من شغلات معينة أو مواضيع قريبة منها أو مشابهة لها أو تدعمها أو توصل للنتيجة اللي أنا أبغاها فطبقت على نفسي بديت أطبق على نفسي مع التطبيق المستمر يعني وليه فترة طويلة أنا ابني عمر عشر سنوات الآن الحمد لله يعني اكتشفت أنه بدأت أتقبل ابني بدأت أتقبل نظرة المجتمع لابني معت صارت تهمني بدأت يعني أهتم في ابني وأفخر فيه قدام المجتمع ولا يعنيني أنه يتصرف أي تصرفات أحس إنها ممكن تحرجني قل نسبة الإحراج عندي بشكل كبير يعني أقدر أقولي يمكن بنسبة 90% معت صار عندي أي إحراج من سلوكه أو تصرفاته لما نكون يعني خارج البيت خفت بنسبة كبيرة الضغط اللي كنت أحسه على المدرسة وعلى الدراسة وعرفت الحمد لله كيف أتعامل معاها بنسبة كبيرة وبشكل كبير تقبلت كل المتغيرات اللي فيه قبلتها زي ما هو وحبيتها زي ما هو يعني ولما تحصل مواقف أرجع وأشوفها بطريقة مختلفة يعني وساعدت أبوه في نفس الوقت أنه يتقبل يعني ابننا وأنه إحنا الاثنين نتعاون بشكل أننا نتعامل معاه لأنه يكون سعيد في حياته وإحنا نكون برضو يعني مبسوطين وسعيدين وعايشين يعني بنسبة كبيرة نوع من الاستقرار ونوع من السلام ونوع من الاستمتاع بالحياة مع وجوده معنا يعني هذا الشيء اللي أنا حابة أقوله